رأس الحكمة أثرت؟ آه طبعا أثرت لأنه الاتفاق كان شديد الوضوح الجدول الزمني بتاع التدفقات المالية شديدة الوضوح الدكتور مصطفى مدبولي قال بمنتهى الوضوح والجلاء الجدول الزمني بتعصرف الفلوس طبيعة الحال الحاجة مش هتروح نازلة ترك بين عشية وضوحة الدولار يتهبت بين عشية وضوحة هده عادي اللي انعكاس على السوق هياخد وقته وحدة وحدة تضيف لده وده ببضو من نتاج رأس الحكمة انت تتظور انه رئيس الوزراء لما نبارح يقول احنا وجهنا بانه كل المواد او كل البضائع اللي موجودة في المواني تخرج وتضخف الاسواق والاولوية للسلع الغذائية والمواد الغذائية ثم الدواء وبالتأكيد بقى مهمات او مستلزمات الانتاج وهكذا يعني فيها اولويات نخرج ايه الاول اكيد اول حاجة الاكل والشرب والدواء ده مفيش في خلافة وده الكلام اللي قاله رئيس مجلس الوزر مع خروج هذه الامور او خروج هذه المواد هذه البضائع هتلاقي الاسعار بتنزل زيادة يعني انا بسألك هل فيه او انت لحظت انه الاسعار عمليا في المواد الغذائية نزلت من 10 ال 15% الواقع بيقول اه سعر الزيت في بعض الانواع نزل سعر الفول في بعض الانواع نزل بتكلم عن الفول البلدي كمان يعني تحديدا سعر العتس نزل سعر الدرق نزل في حاجات انت ملكش دعوة بيها بتهم المزارعين والمربين وما الى ذلك زي سعر فول الصوية وبالتأكيد الدور الشماء او الدور الصفر مثلا يعني سعر اللحوم بدأ ينزل سعر الدواجن بدأ ينزل ده اللي بيهم الناس الاسر البيوت ده اللي بيهم الناس هينزل تاني ان شاء الله هينزل تاني وان شاء الله ينزل تالت بص طول ما فيه انخفاضات متوالية في سعر الدولار وسيبك من انه السوق السودة بتنازع يعني انت انا عارف انه تلت اربع الناس منزلها الابليكيشن اياه وكل شوية تعمل update وتشوف طيب سيبك من السعر ده عشان مش حقيقي الابليكيشن ده اللي عمله بتوع السوق السودة وقاعدين بينازعوا يعني هو قاعد عمال ايه في حالة شد وجذب ايه مع الدولة اللي هو ايه انتوا بتقولوا السعر نزل طب احنا هنحط سعر اعلى من اللي انتوا بتقولوا عليه لو لا افترض مثلا انه السعر 48 ولا 47 ولا زي ما يطلع هيجي يقولك لا بصوا يا جماعة كده كده ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الفلوس دخلة دخلة احنا عندنا جدول بدأ من يوم الجمعة اللي فاتت عده اسبوعين هيبقى يوم جمعة زيهم صح؟ سبت اجازة طبيعي ده قطاع المصرفي الحد بامر الله هتبقى الفلوس موجودة طيب ده معنى ايه؟ ده معنى ايه؟ معنى انه هذه العائدات الدولارية اللي جات نتيجة هذا الاتفاق الاستثماري العملاق مش هقولك الضخم العملاق المهول غير المسبوق ده معنى انه يصبح القطاع المصرفي المصري قادر على تدبير العملات الاجنبية لاجل من يريد ان يستورد مستلزمات انتاج وغيره وخلافه الاخ عشان زهنك ميروحش ده انتو كده بقى هتمنعه انا بقولك ده اللي هيحصل لكن لازم كلنا كلنا الحكومة والناس نبقى واقفين على نفس ده المستوى بتاع تحمل المسئولية يعني ايه؟ يعني ما نعودش بقى نزني يا جماعة طب خلاص بقى طالما في دولارات منجيب بقى اكل القطط ما نجيب فاكهة ليتشي يعني ما يلا بينا نستورد عربيات كتير انتو عارفين مصر بتستورد عربيات بكام في السنة عشان بس تبقى يعني الحكاية بالنسبة لك مرحومة طيب فاتورة استيراد السيارات في مصر السنوية تقريبا 4.5 مليار دولار يعني الربع سنة بتعمل مليار 125 مليون دولار مليار 125 مليون دولار السؤال ان انا بطرحه على حضرتك اروح احط من ضمن اولوياتي اوفتح البوابة على البهلي كده ان انا استورد اكل قطط واجيب فاكهة مستوردة واجيب عربيات فارهة ولا اجيب مستلزمات انتاج واجيب اكل وشرب واجيب دواء يعني ده سؤال مطروح على حضرتك فقبل ان ننطلق بحديث للأسف عند بعض الناس اجوف اقول لا خلاص بقى اذا نفتح بقى باب الاستيراد بقى لا بصوا يا مولانا الحكومة طلعت قرارات كانت من حوالي اسبوعين القرارات متعلقة بايه متعلقة بخفض الانفاق الحكومي انا عايز كلنا نظل ملتزمين الحكومة هتلتزم بلاش بقى احنا نقعد نضغط وننك في جرح غريب جدا احنا عايزين الجرح ده يندمل يخف اللي هو ايه نزيف الدولار اللي كان طول الوقت احنا خلال شهور الماضية عايز تسميها خلال السنة الماضية عايز تعتبرها السنتين الماضياتين من ايام مثلا حرب روسيا واوكرانيا او لا عايز تحسبها من ايام الكورونا لا عايز تحسبها اول روسيا واوكرانيا 24 فبراير يعني من حوالي يومين كده تتم سنتين سنة 22 السلوك بتاعنا عمليا نتيجة الضغط الاقتصادي نتيجة الضغط الاجتماعي اتغير في طريقة الشراء صح؟ طيب في النهاية خالص حصل حاجة في حياتنا لا حصلش حاجة الحمد لله بناكل وبنشرب وبنلبس وبندفع بصريف المدرسة الى اخيره الدنيا كانت ديقة اه كانت ديقة علي وعليك كلنا دون استثناء ويسيبك بقى من الكلام الهابى للي بتاع اصلا الاعلامين مش حاسين لانهم بيقبضوا الملايئ لا احنا مش بتوع ملايئين ولا حاجة ويسيبك من كلام لها بلده تمام؟ طيب بالمناسبة ممكن تبقى الدنيا ديقة علي الناس الاغنية جدا برضو هو في النهاية خلص عنده معدل انفاق عنده التزامات ما ايا كانت ده مش موضوعي انا مش داخل في رزق الناس ولا داخل علمهم الادب لكن في النهاية كله عنده نفقات ما والتزامات مالية ما كل شهر كل ربع سنة كل سنة اللي عنده قصط اللي عنده مصاريف اللي عنده مدرسة اللي عنده جامعة اللي عنده دروس السنوية العامة الى اخره ماشي؟ طيب بس احنا شويتين اتعلمنا انه بلاش المبلغة في بعض الامور بلاش المبلغة في بعض الامور انا ما بقولكش ما تشتريش اشتري وكل وشرب وانبسط وكل حاجة لانا بتكلم فيه هو طريقة الانفق يعني مثلا زمان كان بعض الناس مش اقولك بتغير العربية كل سنة لأ هو بيحب يغير العربية كل خمس سنين يعني ينزل موديل جديد يروح يشتري عربية جديدة السنتين اللي فاتوا دول علمونا حاجة لطيفة خالص انه هو انت بتغير العربية ليه؟ بالمناسبة ده سلوك غريب على المصريين احنا عمرنا ما كنا كده يعني تمانينات وسبعينات وستينات مش بس ستينات وخمسينات واربعينات وتلاتينات وعشرينات اول بلد اشترت عربيات مع اختراع العربيات في العالم في المنطقة بتاعتنا كانت مصر محدش كان بيغير العربية لكل سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة ولا حاجة خالص البشاوات بتوع افلام لبيد واسود دول ما كانش ده سلوكهم خالص عشان بسه ما تفتكرش انه كان هذا سلوك فرضه علينا نظام جمال عبد الناصر اطلاقا هو جزء من التركيبة الزهنية والاجتماعية والاقتصادية للمصريين كانت عدم الاسراف مش موجود عدم المنظرة منظرة دي حصلت لظروف تانية خالص بدأت شوية في السبعينات على استحياء وتجلت للأسف الشديد بشكل فاضح في فترة بقى تسعينات يعني لو عز فساد والله العظيم تجلت المنظرة انا ابقى بيه لما جيب عربية غالية جدا وتلاقيه بيضيع تلتين مرتبوا عشان قصت العربية ليه عشان ايه فتعلمنا انه العربية بتتغير لما يحصل فيها مشكلة لقدر الله ربنا مايجيبش مشكلة البيت بيتغير لما يكون محتاج بيت اكبر مش بجيب بيت عشان اتباهى ان انا رحت الحي الفلاني ولا الكمباوند التر تاني اللي يا ربنا بيكرمه وبيشتري مصيف بيشتري على قد عيلته مش بيشتري على قد العيلة والجران وجران الجران الى اخره تاني كل اللي انا عايز اقوله يا جماعة ارجعوا مرة تانية للسلوك المصري العادي جدا السلوك الاصيل بتاع المصريين اللي هو بعيدا عن المباهاه بعيدا عن الفشخرة بعيدا عن العنجهية الكذابة اتعامل باعتبارك بني قدم عائل طب اقولك حاجة عيش كأنك بني قدم اوروبي اشتري احتياجاتك الاوروبيين اشتري عربية قد كده هو قد كده هو ليه يقولك انا اشتري عربية كبيرة ليه لما يبقى عندي عيلة ولما يشتري عربية عائلية بتلاقيه اغلب الوقت بالمناسبة ركنها يعني يستخدمها في الويك اند في اخر الاسبوع او في سفرية ما في فترة الاجازات غير كده بيركب المواصلات عايز تعيش اوروبي هتعيش ملك انا بكلمك بجد هتعيش ملك بس التزم بهذا السلوك مصر كانت كده مصر كل المصريين كنا كده احنا تولدنا لقينا اهلين العربيات عندهم بقالها عشر سنين وخمستاشر ولما بتبقى العربية حلوة وصناعة متينة كانت بتعيش بالعشرين سنة وما كانش اهلين لا بيغيروها ولا حاجة عشان ما كانش فيه شغل الفنتازية ده نصيحة الوجه الله ابتعدوا عن الفنتازية ابتعدوا عن العنجهية الكذابة ابتعدوا عن الفشخرة احنا جيلنا الحمد لله والشكر لله رزق واسع قوي 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 من عند ربنا وبالمناسبة ومن الاخر كده هي مش رأس الحكمة بس ده فيه تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وبنفس هذه الأحجام الاستثمارية يعني بإذن الله الرزق كتير ويفيد الشطارة ان احنا نستخدمه الاستخدام الأمثل واحد جاله ارشين صرفهم في عربية واحد جاله ارشين جاب عربية لطيفة واستثمر الباقي تحب تبقى مين